إلى البرصة المصرية حيث أنهت المؤشرات التعاملات على صعود جماعي بدعم من تعاملات المساثمين العرب وربح رأس المال السوقي ما قيمته 221 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 646.5 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر EGX30 عند مستوى 9680 نقطة وأغلق عند مستوى 9697 نقطة مرتفعاً بنسبة 18 من 100% هذا وقد فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 1850 نقاط وأغلق عند 1812 نقطة صاعداً بنسبة 40 من 100% كما فتح مؤشر EGX100 عند مستوى 2674 نقطة ليغلق عند مستوى 2680 نقطة مرتفعاً بنسبة 26 من 100% من أسواق البرصة إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي ما قيمته 18 جنيه و69 كرشاً للشراء و18 جنيه و80 كرشاً للبيع وسجل اليورو 19 جنيه و72 كرشاً للشراء و19 جنيه و84 كرشاً للبيع في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 22 جنيه و92 كرشاً للشراء و23 جنيه و7 كرشاً للبيع بالنسبة للعملات العربية مقارنة بالجنيه المصري فقد سجل الدرهم الإماراتي ما قيمته 5 جنيهات و9 كرشاً للشراء و5 جنيهات و12 كرشاً للبيع وأخيراً الريال السعودية والذي وصلت قيمته إلى 4 جنيهات و98 كرشاً للشراء و5 جنيهات وقرشاً واحد للبيع اشتركوا في القناة